اشتركوا في القناة نهاية الشهر الماضي قرارا يحمل رقم 234 بموجبه يتم تعديل وتتميم القرار رقم 1242-16 الصادر في 25 أبريل 2016 والقاضي بتحديد الأسعار التي يتم بها شراء وبيع غاز البوتان وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري وحسب ما تم نشره في جريدة رسمية فإنه وجب تغيير الملحقان رقم 1 ورقم 3 بالقرار المشار إليه أعلاها ويتعلق الأمر بكل من بنية السعر الذي اشترى به غاز البوتان ومصاريف نقل غاز البوتان غير المعبأ قبل توضي به بين أماكن تزويد ومراكز التعبئة وفيما يتعلق بمصاريف نقل غاز البوتان بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة فإن كميات التي يتم التزويد بها من محطة نازور سلام غاز ويتم تعبئتها من نفس المكان فإن مبلغ نقل البوتان للدرهم بالطن متر دون احتساب الرسم يبلغ 259 درهم في حين فإن الكميات التي يتم التزويد بها من محطة العيون ويتم تعبئتها من مراكز أطلس الصحراء الداخلة فإن مبلغ نقل البوتان للدرهم بالطن متر دون احتساب الرسم يبلغ 375 درهم القرار المتخذ أخذ بعيد الاعتبار المرسوم رقم 24652 الصادر في فتيح ديسمبر 2014 بتطبيق القانون رقم 1412 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه خاصة المادة الأولى منه على المرسوم رقم 221 829 الصادر في 14 أكتوبر 2021 المتعلق بوزارة الاقتصاد والمالية وحسب عدد الجريد الرسمي رقم عدد 7269 المنشور نهاية الشهر يناير فإن قرار جاء أيضا بناء على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العام والحكمة رقم 1899 15 الصادر في فاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتجات والخدمات التي تنظم أسعارها وبعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العام والحكمة رقم 1242 16 المتعلق بتحديد الأسعار التي يتم بها شراء وبيع غاز البوطان